جوانب متعددة منها تحريك الفعاليات والمظاهرات والمناسبات الذي يأتي متناغما مع توجه قواتنا المسلحة في القوات البحرية والصاروخية والطيران المسير للوقوف والمساندة لإخواننا في شعب فلسطين في غزة هذا التناغم تحت قيادة قائد الثورة يحفظه الله وتحت توجيهاته يدل على أن الموقف موقف شعبي الموقف موقف مؤسسي الموقف موقف قيادة الموقف موقف الجميع سنواصل هذا المشوار بإذن الله سبحانه وتعالى جميعا في مؤسسات الدولة وفي الساحات الجماهيرية للشعب اليمني حتى تحقيق النصر لأهلنا في غزة حتى رفع العدوان ورفع الحصار الجائرين عن أهلنا في غزة هذا الصمود الذي نلمسه تجاه المجازر الوحشية التي تطال إخواننا في غزة أنتم جزء من هذا الصمود في هذه اللجنة من خلال تحريك المواقف الشعبية لشعبنا اليمني عندما يخرج في عشرات الساحات أسبوعيا بشكل وبصورة منقطعة النظير لا تجدها في أي دولة وتحت تأثير القرارات الجريئة والشجاعة والحكيمة لقائد هذه الثورة تتحرك قواتنا المسلحة وقد وصلت إلى المرحلة الرابعة التي ستبتدئها إن شاء الله بعمليات نوعية ولدينا خيارات حاسمة ويريئة وصعبة إن استمر العدوان على أهلنا في غزة سنواصل هذه المراحل بإذن الله سبحانه وتعالى وهي كفيلة بأن تخضع هذا العدو وأن تجبره على الانكسار وعلى الهزيمة في الحقيقة أيها الأخوة لو نلاحظ جميعا الأوضاع الجارية في غزة التحول الأخير الذي حصل في الأداء التكتيكي والعملياتي في مسرح العمليات في غزة شيء ملفت في الفترة الأخيرة أنا أقول باختصار أنه كان بمجدور نتنياهو أن يقبل نصف هزيمة وبقراره ارتكاب الحماقة والقرار الأحمق في المواجهة في غزة سيضطر أن يقبل بالهزيمة كاملة وهذه سنة الله سيضطر بأن يتجرع مرارة هذه الهزيمة وستتحرك الشعوب المسلمة والشعوب العربية بإذن الله سبحانه وتعالى أنتم تخدمون هذه الأمة بإجرامكم وبوحشيتكم وبوقاحتكم شعبنا سيواصل المشوار اجتماع هذا اليوم أيها الأخوة في لجنة الأقصى عنوانه المقاطعة ولأهمية هذا الموضوع ولكون هذا الموضوع ركن أساسي في مسيرنا لنصرة المستضعفين في أرض الله لأهمية هذا الموضوع حارست على أن أكون بينكم ليدار النقاش ونخرج بنتائج ملموسة فالمقاطعة سلاح فعال وسلاح مؤثر على عدائنا سنتحرك فيه بوعي شعبنا وبوعي مؤسسات الدولة التي ستحرص على أن نقلص هذا الاندفاع لهذه الشركات التي تدعم الصهيونية بإذن الله سبحانه وتعالى فالمقاطعة آتية لا محالة المقاطعة تنقسم إلا قسمين القسم الأول هو شعبي وهو مسار عاجل الدور الشعبي هنا بارز ولافت ويجب أن نتقدم بالشكر لجماهر شعبنا اليمني على الاستجابة السريعة واللافتة التي تدل على وعي وعلى عمق وأصالة هذا الشعب ونحن أعتقد أنه نسبة الإنجاز في الدور الشعبي كبيرة جدا اثنين الدور الرسمي المقاطعة المستوى الرسمي يجب أن تكون وفق خطة بعيدة المدى تحولية استراتيجية لأنه أيضا لدينا البدائل التوجه للبدائل ليس بالأمر السهل كدولة أليس كذلك يا مختصين التوجه للبدائل كدولة ليس بالقرار السهل ولن يتم في غضون أيام لذلك الخطة التحولية وهنا أشدد على أن نستغل جانب المقاطعة في بناء اكتفاء ذاتي وإنتاج محلي أنا أقول لكم أيها الأخوة أنه يجب أن يحظى هذا الموضوع مننا بمرونة وتحمل وإصرار ومتابعة يكون ضمن الخطة التحولية هذه امتيازات تمنح وتسهيلات تمنح حتى نعين أنفسنا ونعين دولتنا وشعبنا للتحول الكامل وعدم الحاجة إلى دول الاستكبار التي يجب أن نقاطعها الوعي الشعبي مستمر وأنا أقول لكم هنا أن الزوبعات في الفترة الأخيرة التي سمعتمها هي تأتي في سياق المتضررين من المقاطعة هي تأتي في سياق بعض الموظفين التابعين لبعض المنظمات تأتي هذه الضجة وإن كانت تحت عنوين أخرى وتستغل حرص كثير من أبناء شعبنا اليمني هي تأتي في هذا السياق وإن تلتها عنوين كثيرة هي في هذا السياق الضجة التي تسمعونها هي من المتضررين من المقاطعة ولا سبيل لنا إلا التوجه للمقاطعة بإذن الله سبحانه وتعالى مهما كان الضجيج الموظفين التابعين لبعض المنظمات سيخرسون إن شاء الله وسيصلون إلى جناعة أننا مصممون وسنواصل حتى المقاطعة الكاملة هنا أتوجه بالشكر الكبير لجماهير الشعب اليمني المسلم على وعيه وعلى تحركه وعلى صموده ومواصلته للتحرك أتوجه أيضا بالشكر الجزيل لقواتنا المسلحة الممثلة في القوات البحرية والصاروخية وطيراننا المسهير كذلك أتوجه بالشكر الجزيل لكل من له دور أو مساهمة في مواجهة هذا العدوان الصلف ترجمة نانسي قنقر